طيب أستاذ رومي هنا حطيت لكم بلا عنوان كن بلا يعني إنه فيه احتمالية لعدم تنفيذ عقوبة كهربا لحد نهاية الموسم صح كده؟ صح كده إيه بقى الحكاية؟ خلينا نبدأ بس الوراء شوية كده أيام اللجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبدالصالح كان فيه قرار كنا أنا كنت معاك قبل كده وقلت لك اللجنة استخلت أنقذة كهربا من عقوبة تم توقعها لكن كانت العقوبة حوالي أربع مباريات مع تغريمه مالية لما جات للجنة الانضباط الجديدة برئاسة المستشار عزة خميس تم طبعاً امتسال للتحقيق كهربا وخلينا نقول برضو خلينا نقول إن في التحقيق ده حصلت مشادة وينكن لمستشار عزة خميس أو بعض الأعضاء اللجنة حصلت مشادة ما بين كهربا وما بين أعضاء اللجنة وفيه أحد الأعضاء عضو بارس في داخل لجنة الانضباط طالب وقتها بشضب كهربا ومش توقيع عليها 12 مباراة ده كان فيه لبعض طالب شط بكهربا بعد المشادة اللي حصلت ما بينه أثناء الامتسال للتحقيق وينكن ما فيش حد يتكلم في الموضوع ده بس أنا بأديك كوليس حصلت قبل كده طيب اللجنة التظلمات كان قدامها كذا سيناريو طب نأجل طب نقول آخر تم اتخاذ قرار بتأجيل البت في هذا القرار من اللجنة التظلمات ما فيش حاجة من الحاجات ده صح كل الكلام ما أصير في الفترة الأخيرة لا يسأل أساس منهم الصحة وتوصلت اليوم مع المستشار عدل الشرباجي وتسألته سؤال واضح حال فيه فعلا قال لي احنا احنا خدنا قرار بتأجيل البت لحين تأجيل القرار في موضوع قاربة سواء بقى بتخفيف العقوبة بالوقع على نفس العقوبة بتاع اللجنة الانضباط لحين قرار القضاء الإداري طب ايه اللي حصل في القضية هم ما يعرفوش بكرة أو بعده بكتير سيتم إرسال خطاب من الاتحاد المصر لكرة القدم للمحكمة القضاء الإداري على سجدين يعرفوا القضية بتاعة الاهلي وصلت لفين البعض يمكن الاهلي تنازل ولجنة الانضباط كمان تواصلت مع اتحاد الكرة ويطمع احنا خليهم القضية دي ما نتنازل يعني نمشي فيها بإجراءاتها الطبيعية لحين البت في هذا القرار طب اللجنة يعني ده معناها أس كريم لو لم يتم الفصل خلال الفترة اللي جاية أو الحكم أو في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري خلال الفترة اللي جاية لحد نهاية الدوري ده معناه أن قهرابا قد يستمر لنهاية الموسم بيشارك مع النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا بدون حصول عليه أي عقوب فالقرار كله متوقف بمحكمة القضاء الإداري لو ما قضيتش قرار قبل نهاية الدوري ده معناه أن قهرابا يستمر في المشاركة مع النادي الأهلي لنهاية الموسم اشتركوا في القناة